اليوم بنتكلم مع حضراتكم عن صناعة المحتوى يعني فكرة ازاي انا يكون عندي ثقافة فاعمل محتوى او اعمل موضوع او اكون مؤثر بشكل كبير بثقافتي وبحضوري وبمعلوماتي ولكن التأثير هنا هيكون تأثير على السوشيال ميديا وخصوصا ان السوشيال ميديا ورواد السوشيال ميديا مختلفين مختلفين لاتجاهات الثقافات وكمان الاعمار فبالتالي لازم تكون صناعة المحتوى هنا قوية هستخدم اللغة اللهجة هقرب لهم ازاي الموضوعات الحكايات ده اللي خلانا كمان نقرب اكتر من احد صناعة المحتوى اللي ليهم تأثير كبير جدا على السوشيال ميديا وهو في البداية اعلامي ومخرج مثقف وشاطر وقدر يقدم صناعة لمحتوى جايد جدا على السوشيال ميديا الزميل المخرج وايضا المؤلف مؤلف كتاب اغرب الحكايات الاستاذ سامح سند مساء الخير مساء الخير وانا اللي متشرفت جدا تب ان انا قاعد مع حضراتك انا كمان متشرفة جدا يعني ربنا يخليك انا بلاقي فكرة انه صناعة المحتوى في زماننا ده صعب اللي هو فكرة ان انا اخرج على السوشيال ميديا ما وانا راجل مثقف عندي رسالة عندي كلام بس لازم يبقى معايا كل الادوات لاختلاف الازواق اختلاف الجمهور اختلاف المترددين اختلاف الزمن فازاي قدرت تعمل ده طبعا البداية علشان انا اصلا اشتغل في الميديا فترة طويلة صحيح فكنت فاهم كواس قوي ان المضمون هو رقم واحد طبعا هقول ايه دي اهم حاجة كم الخبرات اللي الواحد خدها من الاسادزة الكبار اللي اشتغلنا معاهم ضف لنا حاجات تمام فده ساعدني كتير في ان ازاي اصلا بعرف اصنع محتوى او اصنع مضمون غير ان انا اصلا بحب الوثائق جدا الانتاج الوثائقية او الافلام الوثائقية فكان عندي فكرة انك ازاي تسرد قصة للناس والناس تبقى عندها استعداد تسمعها للاخر ودي كانت صعبة جدا طبعا يعني صعبة جدا بس اللي ساعدني ان عشان اصلا مخرج فعرفت احول القصص دي لشكل اشبه بالسيناريو فكرة اشخاص وزمان ومكان فيشد الناس يشد الناس انت عارف انه انا بلاقي انه الانسان المثقف وبالذات اللي بشتغل في الميديا مخرج او اعلامي هو اصعب الشخصيات علشان يخرج على السوشيال ميديا اللي اعتادت على الارتجال والبساطة والعسوائية جدا واللي هو مفيش مقاييس ومفيش معايير فهو مش عارف يعمل كده هو دايما هيبقى عايز يبقى محترف ايضا يعني صح صح انا كنت بشوف انه المتابعين اللي على السوشيال ميديا عندهم دايما نفسهم يشوفوا حاجة كويسة بدليل ان فيه صناع محتوى كتير قوي في مصر وفي العالم العربي بس خلينا اقول لي في مصر شطرين جدا ومجتهدين جدا وعملين نجاحات حلوة قوي فبقيت اشوف دول هما المثل اللي المفروض امشي وراه مش المحتوى البسيط او السطحي الناس عايزة تشوف حاجة كويسة الناس نفسها تتفرج على حاجة مختلفة صحيح ولما بتلاقي حاجة فعلا كويسة او شكلها باين بتمسها كمان بتمسها هل تجربتك وسفرك لامريكا ساعد في حاجات كتير بالنسبالك؟ انا كنت مسافر علشان ادرس جزء من وثائقي ونعمل مجموعة زيارات مختلفة ليه كليات اعلام هناك تمام فلاقيت انه 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 طريقة عرض المحتوى اختلف وانه المحتوى الرقمي او الديجيتال ميديا هو الموجود فعليا وما بقيتش كلمة ده المستقبل لا هو الواقع اللي موجود والناس وصلت لمرحلة انها بتختار تتفرج على ايه طبعا اه هو انا اللي بختار فانا اللي بحدد امتى كمان هتفرج فازاي تقدم له المحتوى الاعلامي بقى اللي هو المفروض انه اعمق واقوى بطريقة ابسط لمحتوى رقمي يعني هو اعلامي بس رقمي السوشال ميديا كمان عاملة زي المسرح يعني هي قريبة جدا لفكرة المسرح اني بنشر حاجة طبعا رد الفعل دلوقتي على طول تفاعل والاراء والكومنتات واللايكات واللايف جدا انت بتشوفها على طول ففي بينك وما فيش حاجز انا برد بنفسي على كل الكمنت اللي بجي لي بتابع بنفسي كل الحاجات اللي بتوصلي لان ده كمان بيغير في طريقة عرض المحتوى يعني انا في الاول كنت ممكن اه طبعا عندي اختيار للالفاظ والكلمات اللي هو ما تنفعش تبقى جرحة يعني لكن لما لقيت ان فيه اطفال صغيرة عشر سنين وتسعة سنين بتفرج علي فبقيت اركز اكتر انه ما ما يعني اخطر الالفاظ اكتر اركز اوي ان انا ما بقاش جارح يعني انت كنت انت انت المحتوى والرقابة في نفس الوقت والرقابة اي لانه احنا كنا اتعلمنا على السنين اللي اشتغلنا فيها دي انه في بعيدنا عن اي رقابة موجودة من نقابة او من غيره ولكن فيه رقابة داخلية يعني كنت في دخل بيوت هي مش رقابة يا سامح هي مسئولية مسئولية يعني دايما بقول انه الانسان المثقف الواعي هو عنده مسئولية اولا هو يحترم ذاته يحترم عقله ويحترم ثقافته جدا جدا فكانت المسئولية الداخلية او الرقابة الداخلية دي هي اللي بتخليك حتى وانت بتختار موضوع تتكلم فيه تراعي فيه انك هتدخل بيوت فتحترم ده طب ما تيجي نمشي معاك بالتدريج يعني كمان لانه مشاهدين اللي احنا بنقدم لهم نتحدث اليوم عن صناعة المحتوى في دولنا العربية طبعا عندك متابعين كثر موجودين في مصر ويمكن في العالم العربي ولكن اذا كنا نتحدث احنا في وسيلة اعلامية طبعا تلفزيونية خلينا نشرح لهم رحت فين اخترت ايه الموضوعات غيرت ايه امتقلعت عن ايه زودت ايه يعني احكي لنا كذا دينا امثلة انا بدأت في البداية كنت بقدم الفيديوهات ما بيتزيدش عن ثلاث دقائق تمام ما بزوتش عن المدة دي لان كن ده الكلام عشان ما يتحولش من عليك اللي اه ده الكلام اللي بسمعه انه لازم تعمل كده بعد كده كنت مركز في الغرائب بشكل عن موضوعات غريبة الزواهر الغريبة الزواهر الخارقة الزواهر اللي ملهاش تفسير الشخصيات اللي عندها قدرات مش طبيعية وبدأت أذكر قصصهم الكتير قوي سواء من أفلام وثائقية أو من كتب لعد ما بقت أقدم الموضوع ده بشكل مختلف للناس اتجهت من سنتين ركزت فقط في الجريمة لسبب شغف الناس برضو والغموض الغموض أولا أنجح الأعمال الدرامية والسينماية العالمية هي مبنية على قصص حقيقة وتحديدا جرائب هتلاقي مثلا قضية نصب كبيرة قوي فتا عملت فيلم يعني فهي معظمها كانت بتحول لعمل درام عندنا أعمال كتيرة جدا من الجاني ومن الشاهد ودي بتشد الناس اللي هي فكرة الغموض إلا هيحصل جدا لما قررت أنها اختار بقى المجال ده تحت يركز فيه كان بالنسبالي الأستاذة الكبيرة رويا راشد هي الأساس حقيقة تعمل برنامج مهم جدا خلف الأسوار خلف الأسوار كان بالبرنامج الحقيقة المهمة واللي كان حريص التلفزيون اللي يقدمه في سنواته جدا أدخل كل البيوت وأنا بقول جريمة والجريمة دي تفاصيلها صعبة وبشعة ومرهقة جدا بس إزاي تقولها بطريقة محترمة وإزاي تدخل بيوت الناس وإزاي توعي الناس وإزاي تدي للناس معلومة فبقيت شايف دايما قدامي الأستاذة رويا راشد اللي هو هي لما يعني قررت تعرض الجريمة بشكل برامجي عملت هزاي وخدت الطريق ده إن أنا أحوله لرقمي ده لمحتوى رقمي وكان بالنسبة لي هي معيار حاجات كتير في الشجل وبعدها بقى بقيت طبعا بتركز في المحتويات العربية لإنه اللي بيقرر إنه هيشتغل في الديجيتال ميديا أو في السوشيال ميديا لازم يكون عارف إنه بر حدود بلده يعني أنا ممكن ناس بتشوفك من وطن عربي من ناس عرب بس ساكنين أو مقيمين في دول مختلفة مش عرب فاهتماماتهم عاملة ازاي المنافسين شكلهم عامل ازاي اللغة اللي بنتكلم بيها الموضوعات اللي بنترحها فكرة إنك الموضوع صعب مش سهد لكن هو إذا أنت مش بتحبه مش هتكمل فيه هو صعب جدا بس لازم أنت تكون بتحبه طبعا أكيد يعني أنا الشفت كارير اللي أنا عملته من إن أنا مخرج ومنتج فني وقعد تقريبا 22 سنة و 23 سنة وآجي عند سنة 40 كل ده أغيره مش سهل مش سهل بس هو حلو وتحدي جدا وهو برضو فكرة هو هو الإنسان بيجدد يعني جددت خلايا نفسك بشكل جديد جدا طيب لما خرجت للمحتوى أنا سمعت وردو أن انت كنت في قضايا الجرائم تحديدا كنت تستعين كمان بأطباء شرعيين طبعا زي إيه ديني أمثلة مثلا حالات معينة رجعت لها أنا كنت لما أجي أقرأ قضية عشان نحولها القصة فلاقي أن في نقط مش فاهمها فكان لازم يكون معايا طبيب شرعي صحيح ليفاهمني التفصيلة بالظبط عشان تعرف تحكي صح بالظبط ويبقى المعلومة دقيقة جدا ما فعش يعني شيء خيالي يعني كذلك برضو خبراء المعمل الجنائي لأنه في حاجة اسمها الجامعية المصرية لعلوم الأدلة الجنائية دي كلها خبراء المعمل الجنائي كان من تبالي إزاي تقرأ القضية صحة فاكتشفت حاجات كتير أوي في علوم الجريمة وتطور علوم الجريمة والتطوره بيجي من تطور الجريمة يعني هو المجرم هو اللي بيبتكر وبعد ما بيتم القبض عليه بيتم إضافة الابتكار بتاعه ده العلم الجريمة إن هو ابتكر طريقة جديدة وبعدين بيتقف قدام القضية الغريبة يعني في قضية مثلا اسمها المطر أنا الحلقة اسمها المطر دي قضية تم ارتكابها 2011-12 وتم اكتشافها 2018 آه ده سنين طويلة سنين طويلة لو المعمل الجنائي خبراء البحث الجنائي مش بخبرة كافية وبقوة كافية على العلوم عمرهم ما يكتشفوه صعبة هي عبارة عن إنه في اسكندرية تحصل سيول في 2018 واحد واخد بيت في المنشية دور واحد يلاقي إن الميا بسبب المطر بيتمقط جامد عليه يطلع السطوح بتاع بيته عشان يشوف الميا ليه مش بتنزل بيدور على مكان الصرف يعني يلاقي هيكل عظم فكان في جثة كان في جثة فوق يبلغ الأمن الأمن يجي يلاقي في جثة فعلا يشلوها يبعطوها للطب الشرعي طب الشرعي بعد ما يكشف يكتشف إنه بقى لها خمس سنين في المكان ده وما حدش عارف هي فيه إنها اللي ذكر إنه عنده إعاقة كل ده من هيكل عظمي عنده إعاقة وإنه تم الاعتداء عليه من خمس سنين أرجع بقى خمس سنين وتلاقيها وقتها كان البحث عنه هو فيه ورح فيه وإلا حصل محدش عارف محدش عارف أرجع خمس سنين لحد ما اكتشف إنه كان فيه ناس عيلة سكنة في البيت ده من خمس سنين ابنهم ارتكب الجريمة دي ودفنوا ومشي ولما قبضوا عليه هو ناسي هو نسي هو نسي إنه هو عمل كده أصلا؟ نسي هو محدش طبيعي هو مش طبيعي كان مختلة شوية يعني عقلين ما كيش طبيعي بس فكرة إن أنا أحد بتفاصيل عشان كده خدت لها حتى العنوان نفسه يشد المطر المطر ده حاجة يعني ربنا حاجة بسيطة بس شوف المطر الخير بيجيب حاجات مختلفة من القضايا برضو اللي كان فكرة انت عارف انت برضو يعني وراء بتابع انت بقيت مستر كولومبوس زي ما بيقولوا ولكن على السوشيال ميديا يعني اللي هو بحاول أقدم المحتوى بالشكل على فكرة هي تنفع فيلم وتنفع قصص صحيح كلها يعني هي كمان تنفع قصص هل فكرت أنا عارفة أن انت عملت كتاب أغرب الحكايات يعني انت رحت للإقاع السريع جدا وسوشيال ميديا ولكن رجعت تاني للورق الورق أصله بيحكي حاجات كتير جدا ولا الاستغناء عنه طبعا ايه اللي خلاك ترجع للكتاب هل ثقلك ووجودك على السوشيال ميديا بهذه القوة خلى عندك الرغبة أنك تدون وتوسق على الورق وتبقى مؤلف وكاتب فبالتالي برضو انت حميد كتابك لأنك أصلا ممكن تنقل الكتاب تاني على السوشيال ميديا صح أولا أنا كنت مثلا بندور على قضية في فترة الستينات فكنتش بقى لقلها وصائق كانت صعبة شوي يمكن بداية التمينات بدأ يبقى فيه توصيق للجريمة توصيق لفكرة الجريمة بتفاصيلها تماما كان الهدف من الكتاب بقى أنك توصق لأن الورق مهما مر الزمن هو الأصل طبعا هو الأصل أنك تتفز بكتاب كده ده صحيح يفضل طول عمره موجود فإنك توصق بقى هو كده عبارة عن 30 قصة حقيقية بس غريبة جدا يعني من القصص اللي انت يعني في منها من القصص كنت قلتها سوشيال ميديا قلت التفاصيل أكتر ومدونة بقى يعني بشكل يعني يقدروا يرجعوا ليه بالظبط وهو طبعا جوه الكتاب بقى مصادر كل القصص اللي هو لو حد محتاج يعني هو يبحث بنفسه كمان يقدر يعمل ده فكان ده الهدف إنه الكتاب يبقى فيه 30 قصة حقيقية غريبة هل أنا هنا أقدر أقول وأنا بتحدث اليوم في حلقة عن دمج الثقافة والتكنولوجيا الحديثة هل هنا أقدر أقول صناعتك للمحتوى وتغييرك لاتجاهك في العمل اللي سيما بيقول يعني أنت عملت يعني شفتنج للكرير بتاعك كله غيرته فصناعتك للمحتوى والمدومة على هذي القصص خلتك كمؤلف كمان عندك من القوة أكتر إنك خلاص عارف الأدوات بشكل أكبر للأسف لأ يعني للأسف لأ أنا غلطت غلطة كنت تخيلت إن أنا خلاص بقى بقيت بعرف أكتب خلاص أنا تمام قوي فجأة لقيت إنه الموضوع مش كده هو إحنا بنصدي يعني لو مش زي أي عمل فني صحيح زي أي عمل فني ممارسة ممارسة لو استسهلت هتقع لو مذاكرتش تحطي مجهود كبير جدا طبعا عشان ما هو طبعا السياغة والتبويب والكتاب كمان لازم يكون فيه تشويق القصة المكتوبة صح لازم لها عناصر غير المحكية طبعا أكيد فالكصة بتاعت الممارسة بقى إننا ده لأ ده أنا كل ما حس إن أنا عملت حلقة حلوة أحس إن هايز أعمل أحلى صح ويبقى مجهود أكبر لإنك خايف ما تعجبش الناس خايف ما تبقاش كويسة طب هنا أقدر أقول أنت مثلا أنت كمان من قياس نفسك من اللايكات من الكومنتات من الانتشار ومن من الشير ومن الأساتزة ومن الأساتزة إيه يعني إمتى قلت آه أنا هنا قدرت يعني إيه أكتر القصص اللي عملت بالنسبة لك الانتشار وإنت ما كنتش متخيل إنها ممكن تعمل ده طب هجاوب على ده في حتتين صغيرين فبدا الحتة الأولى هو إنك عشان تكرر أنك تشتغل صنع محتوى على الديجيتال لازم الأول تبقى فاهم كويسة قوي أنت شغال على المنصات دي إزاي تمام فلازم تكون بتعرف تقرأ الإنسايت والإحصائيات والخاصة بكل فيديو وبالمنصة بتاعتك بشكل عام سحيح يعني فاش أشتغل في ده وأنا عندي جهل في الحتة طب خيا نرتبها عشان نبقى برضو منطقيين حضرتك أول ما بدأت بدأت فيه إحنا عندنا أكتر من منصة عندنا أكتر من موقع بدأت فيه بدأت فيسبوك وبدأت يوتيوب لأني فيسبوك غير اليوتيوب خالص غير التيك توك خالص فأنت إيه الاختلاف وبدأت إيه ونقلت إمتى الاختلاف إن أنا بدأت الأول أذاكر ديجيتال ماركت تمام في الأول أفهم كل منصة بتشتغل إزاي كل منصة المفروض الناس بتتبعك فيها ليه وإمتى وبقى عمر إيه واللغة عاملة إزاي وإزاي تبدأ تقدم المحتوى بتاعك ده يليق بقى على كل منصة مختلفة لحد ما توصل لمرحلة إنك خلاص عرفت إن الناس من خلال الإنسايت بتقول إن الناس حبت النوع ده من الحلقات أو النوع ده من المحتوى وتبدأ لازم مهما وصلت لأي عدد فولورز لازم تراجع الكومنس بتاعتك ضروري لازم تقيس الناس هي رد الفعل بالنسبة لك جدا أحيانا في ناس في نقد بيبقى بناء ده حلو ده بحترم أتوقع وفيه الناس اللي هي متفاعلين ده الطبيع اللي هو يعني بنعتبرهم اللي هو ماذا يقول القطيع دعني دعني أعلق ايه صح دول كتير بس في الآخر إحنا خلاص بقى نعف نقيس النقد البناء بيفرق جدا ما شو واحد بينقضني نقد بناء لازم احترمه لازم أحطه في اعتبار الحلقة الجاي الكلام اللي بيقوله ده صحيح أغرب بقى قضية بالنسبة لي ونحنا بنكتبها بنشتغلها ونقدمها للناس كحلقة بالنقل الآن هي قضية بني مزار لأن بني مزار دي قضية حتى جوه الكتاب هي تاني تاني قصة على طول خلينا أقول للمشاهدين يعني في دولنا العربية بني مزار هي أحدى القرى الجميلة جدا في محافظة المينيا جد جد في مصر القضية دي هي عبارة عن خليط ما بين غرابة تنفيذها وما بين عدم وعي الناس بأهمية مصرح الجريمة وده ساعد في أن محدش يعرف يقبض على الجال نقولها سريعا عشر أشخاص تم قتلهم في ثلاث بيوت مختلفين وتم بعد مقتلهم يعني تم يعني انتشال أجزاء من الجسامين بس بطريقة طبية ولكن مش أعضاء اللي هو عشاني بقى تجارة أعضاء خالص خالص بعدها الأغرب أنه لقوا حمامة جنب كل جسة يعني يالر الزكر جنبه حمامة زكر الأنسة جنبها حمامة أنسة كان حاجة غريبة جدا مقتلين مقتلين لما راحوا العشر جسس راحوا للطب الشرعي أثبت أن الفروق الزمنية بين العشر جسس في التنفيذ القتل قليل مستحيل يكون شخص الوحده قتل العشر قتل العشر طيب إذن يلا نجمع بقى الأدلة اللي في المسرح الجريمة في الثلاث بيوت للأسف مفيش دليل عرفه يحصلوا عليه بشكل واضح أو قاطع أن ده دليل المتهم لأن الأهالي كان عندها صدمة من اللي حصل جريوا على البيوت اللي دخل من الباب واللي دخل من الشباك واللي نط من فوق وعملوا مسكوا الجسس ونقلوها وطبوزوا كل حاجة جوه مصرح الجريمة أشكرك شكرا جزيلا نكمل وإحنا مكملين معاك كمان مشاهدة ومتابعة أشكرك بشكرك شكرا جزيلا المخرج وصانع المحتوى والمؤلف سامح سند والزميل أيضا إعلامي ومخرج مشاهدينا إحنا وصلنا أنا متحدث طبعا هنا في الستوديو ولكن أنا متأكدة أنه من يتبعنا اليوم أيضا هناك كتير من صناع المحتوى اللي بيبدأوا الطريق أو أنه هم يكونوا بالفعل مؤثرين على السوشيال ميديا يبقى أن تكون مثقف لأن هذا هو الذي يطيل عمرك على السوشيال ميديا أكيد الثقافة والتكنولوجيا سلاح مكمل طول الوقت معنا شكرا لحضراتكم وأهلا بكم في بيت للكول